اليوم وصفتنا بيضة الله يجعل لي ايامكم كلها بيضة بدي ساوي لكم اكلة رزب حليب على اصوله اصوله وبطريقة سهلة وبسيطة شرفوا معي يا هيك الرزب حليب يا اما بلا والله القوام طالع معنا اكتر من ذهب الكمية اللي عم بشتغل فيها ثلاثة لتر من الحليب والحليب بدي يكون كامل الدسم والطنجرة نقوة سميكة اللي حتى الحليب ما يشوت معنا نحن وعمل نحركه بسم الله الرحمن الرحيم شايفين لي اخواتي على الحليبات بيفتحوا النفس ما شاء الله وخلوا كمان كاسة على جنب هلا بقلكون شو بدنا نساوي فيها هي الكاسة اللي بنهاها على جنب من نفس عيار الحليب لثلاثة لتر هلا هي الطنجرة بناخدها متل ما هي منحطها على الغاز ومنشغل عليها على حرارة هادية لبين ما ننقع على الرز تبعنا في ناس بتسلق الرز بتخاف الرز ما يستوي معه بالرز بحليب بس هي الطريقة اللي عم ساوي لكم ياها بتطلع معكم اكتر من ذهب بدي كاسة واحدة من الرز وعمل له وش واحد من الغسيل بسم الله وبخط عليهم كاسة الحليب اللي خليناها على جنب قدي بدنا نخلي الرز من قوع بقلب الحليب لبين ما الحليب اللي على الغاز عندي يغلي عندي هلا شو منساوي منرفع حرارته ومنخلي الحليب لحتى يغلي وبعدين منسقط الرز بقلبه ولازم نحرك الحليب تبعنا بسم الله كمان ما بدنا نحرك كتير بنفس الوقت لحتى الحليب ما يفرط معنا هاي الشغلة كتير مهم شايفين اخواتي منحرك اول باول هلا الحليب عندي بدي حطله لكلتر حليب معلقة كبيرة من النشاو مندوبها بشوية مي ومننزل عليهم خيط بسم الله هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هلا بدي دوبهم بشوية مي وباخدهم وبنزلهم على الحليبات وبسغل الحليب عندي بدي نزل عليهم النشا اول باول بسم الله شايفين اخواتي بهذا الشكل مننزل بايد ومنحرك بالايد التاني ما بدي وقف تحريك ابدا وبحط عليهم كاسة واحدة من السكر وفيكن نزودوا وفيكن تخففوا على حسب الرغبة بس كاسة واحدة بيطلع معكم الاعيار مية بالمية بسم الله وبدي نزلها اول باول بالتدريج يعني مننزل شوي شوي ومنحرك بالايد التانية واخر الشي مننزل الرز مع الحليب بسم الله ومنحرك اول باول ما بدي توقفوا تحريك ابدا واخر الشي مننزل عليهم بظرفين صغار من المستكة للنكهة وفيكن تحطوا ماء الزهر بس انا الرز بحليب بحب سعويه بالمستكة بسم الله ومننزلهم اخر الشي وزا بتكون تحطوا المستكة او ماء الزهر مننزلهم اخر الشي لحتى ما يفقدوا النكهة شايفين لي ما شاء الله على هالقوام والله بيشهي القلب شلون بدنا نتأكد انه الرز استوى معنا بس الرز يستوي بيطلع على وش الحليب شايفين ما شاء الله المنظر بشهي القلب وهيك الرز بحليب صار جاهز عندي اخد تقريبا على الغاز 30 دقيقة بالضبط واهم الشي ما نوقف تحريك وطريقة السكب لازم نحرك ونسكب لحتى الرز يتوزع بكل الزبادة بسم الله الرحمن الرحيم والله المنظر بيشهي القلب ما شاء الله واذا ساويتوا الرز بحليب بهاي الطريقة ونفس الملاحظات لحتاكلوا اكله وتدعولي عليها لانه لحيطلع معكم اكتر من دهب شايفين لي ما شاء الله المنظر بيفتح النفس واسا كبنا الرز بحليب منخليه بالمطبخ لحتى يبرد وبعدين منضبه بالبراد لانه هاي الاكلة بتتاكل باردة شايفين لي ما شاء الله على هالمنظر بيشهي القلب اخواتي بعد ما الرز بحليب برد عنا وصار قوامهم مية بالمية شوفوا لي ما شاء الله على هالمنظر يلي بيشهي القلب هلأ منزين وش الزبدية بشوية فستق حلبة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا القوام طلع معنا لانه الحليب كامل الدسم بسم الله اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو اذا عجبكم الرز بحليب ما تنسوا تضبطونا وضع الفيديو بلايك تحياتي لكم هاي الوصفة ضروري تجربوها لانه طالعة اكتر من ذهب كتير طائبة